مجلس النواب وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبوظبي سعادت الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب بعد التحية سعادت النائب لو تحدثنا عن هذه الزيارة خلال الزيارة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة تشرفنا حقيقة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله يأتي ذلك تأكيدا على عمق العلاغات البحرينية الإماراتية الراسخة في جذور التاريخ وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وجهود صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في العمل المستمر للنهوض بالعلاقة بين البلدين التي تتسم بطابعها المميز وحاول أبرز ما جاء بهذه الزيارة البرلمانية لدولة الإمارات العربية الشقيقة التي جاءت بدعوة رسمية كريمة من معاني السيد سجر غباش رئيس المجلس الوطني للتحادي الإماراتي فقد تم عقد لقاء مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وفق توحيد الرؤى وتنسيق المواقف الثنائية في المحافظة البرلمانية الدولية والعمل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشغيقين والتأكيد على مدى التوافق بين البلدين الشغيقين حول العديد من القضايا المختلفة والتي هي في تصاعد دائم ختاما نؤكد بأن العلاقات الوطيدة بين الإمارات والبحرين هي نموذج للعلاقات المتكاملة ما بين البلدان من أبو ظبي سعادة الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك